يوم راح نتكلم عن تحديث لوضع السوق الحالي خصوصا بعد ما البيتكوين صحح وايضا راح نتكلم عن دوج كوين اللي ما يعفنان اخوكم اسعد رزق بسم الله نبدأ نلاحظ ان البيتكوين قام بالتصحيح بنسبة 7% السببينه رئيسيا اللي خلت هذا التصحيح في البيتكوين بشكل خاص وفي سوق العملات الرغمية بشكل عام هو بيع الخوف المستثمرين قاموا يبيعوا وهذا ادى الى انخفاض السوق لكن اللي حبي نعفه ايش هي السببينه رئيسيا اللي ادت الى خوف الكثير من المستثمرين السبب الاول هو النزاع ما بين روسيا واوكرانيا والناتو وما الى ذلك واللي اتكلمت عنه بشكل تفصيلي في حلقة منفصلة تقدر ترجعها في قناتي في اليوتيوب السبب الثاني هو الفيدرالي وقيامه باجراءات او رغبته بقيام باجراءات في شهر مارس القادم كزيادة نسبة الفائدة العامة والكثير من الاجراءات المختلفة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة منفصلة في قناتي في اليوتيوب الان وجهة نظري بخصوص التصحيح اللي مر في السوق حاليا كما ذكرت سابقا وراح اكفي مرة ثانية لازلت اعتقد اننا في بول ماركت وفي سوق ايجابي وما نمر به حتى الان هو يعتبر تصحيح اليوتيوب تقدر ترجع لها الان علشان ما نسبب لكم الملل راح ننتقل لمحور اليوم وهو عملة دوش كوين اذا تعفنا من زمان راح تعف انه انا تكلمت عن عملة دوش كوين من سنين ماضية بدأت الكلام عنها تقيبا من اربع سنوات ماضية وبدأت التركيز عليها من ثلاث سنوات ماضية كان سعرها تقيبا 0.005 دولار امريكي اليوم سعرها تقيبا 0.14 دولار امريكي هذا يعني زيادة بنسبة اكثر من 2700 بالمية وهذا المقطع فتعتبر من العملات النشيطة واللي لها مشاركات على ارض الواطيب ايش توقعي ان الشخص اللي عملة دوش كوين اول حاجة هذه ما هي بنصيحة شخصية عفوا ما هي بنصيحة استثمارية ولا انا مني بخبير اقتصادي ولا استثماري لكن هذا توقع الشخصي وتجيبات الشخصية وجهة نظري الشخصية طبعا انا اللي اشوف ان ان شاء الله سعر عملة دوش كوين راح يفتفع في المستقبل لكن راح يكون بطيء مقارنة بالعملات الاخرى والسبب زي ما ظلت انه عدد الوحدات في السوق لهذه العملة جدا عادة انا شخصيا ايش سويت انا قبل كم يوم اشتريت اول دفع علي من عملة دوش كوين وراح اشتري عملة دوش كوين كل ما صار في دب او هبوط في السعر فدائما حاطت سعر عملة الدوش كوين تحت عيني كل ما شفت السعر نزل اشتريت جزئية مبالغ ما هي جدا كبيرة لكن ان حصل فعلا واقلعت هذه العملة ودي اكون موجود على هذا الصاروخ للمعلومية كثير ناس هاجمتني هذه الفترة وكثير ناس تكلمت بشكل سيء عني بسبب كلامي عن الدوش كوين اللازم نعرف ونتعلم من بعض ان اختلاف رأي لا يفسد للوقع قضية انت ممكن يكون لك رأي انا رأي مختلف وفي النهاية هي اختلاف وجهات نظر فقط لغير عملة الدوش كوين لازلت اعتقد انها تعتبر من عملات الميم لازلت اعتقد انها كمشروع ليس مشروع جدا قوي وخارق لكن المجتمع اللي يدعم هذه العملة هو مجتمع كبير وفيه رؤوس اموال ضخمة على سبيل المثال ايلون ماسك اغنى رجل موجود في العالم يدعم هذا المشروع لذلك عملة دوش كوين تعتبر من عملات الميم لكنها تعتبر افضل عملة ميم من وجهة نظر الشخصية قبل ما نتكلم عن الناحية التقنية خلينا نتكلم عن الناحية الاساسية للعملة بالنسبة لهذه العملة زي ما احنا نشوف ايلون ماسك طلع وقال انا مستعد اشتري الناس والهودلز والمستثمرين الكبار في هذه العملة علشان ادعمها فهذا يثبت لنا ان هناك دعم جدا كبير من المجتمع المحيط بهذه العملة والداعم لهذا المشروع هذه كانت الناحية الايجابية من محور الاساسيات لكن خلينا نتكلم علشان نكون عادلين من الناحية السلبية في محور الاساسية سلبية هذا المشروع ان 50% من السبلاي او 50% من هذه العملة موجودة وممتلكة من محفظة واحدة فقط 25% من هذه العملة ممتلكة من 12 محفظة فقط هذا يعني انه يوجد 13 شخص او 13 محفظة تتحكم بعدد كبير جدا من هذا المشروع وهذه مشكلة ايضا ناحية سلبية اخرى من محور الاساسيات ان ايلون ماسك يقول اذا فعلا هذه العملة اصبحت بدعمي عملة الانترنت فهذا شيء جدا مضحك ومثير للسخرية فبالنسبة لنا اجندة ايلون ماسك غير واضحة بالنسبة لهذا المشروع هل هو فعلا حاب يسوي منها شيء كويس ولا هو حاب يبين انه هذا المجال كله فقط او هذه العملة بشكل خاص لغرض السخرية والفكاهة لغير ناحية التقنية اتكلمت عنها عدة مرات تقدر تبحث في قانونتي في التليغرام واليوتيوب اذا توسعت المحافظ اللي احنا تكلمنا عنها 13 محافظة التي تملك معظم عملة الدوش كوين بشكل سليم فيوجد هناك فوصة للدوش كوين انها تصل الى 1 دولار لكن ماهو خلال البولورن الحالي من ودية نظري صعب على الدوش كوين انها توصل 1 دولار خلال البولورن الحالي لكن اذا استمر الدعم من الون ماسك واستمر الهايب والتضخيم والاخبار الايجابية من المجتمع الداعم لهذا المشروع وايضا تقسمت المحافظ بشكل افضل وتقسمت العملة على محافظ عددها اكبر زي ما ذكرت في هذا المقطع واذا استمر البولورن الحالي واستمر اداء البتكوين الجيد ولم ندخل في بير ماركت فان الدوش كوين فرصة جدا سهلة للوصول الى 0.3 الى 0.5 دولار امريكي بامر الله سبحانه وتعالى خلال البولورن هذا وبكذا وصلنا نهاية المقطع ما حبيت ان المقطع يكون لي بالمعلومات صعبة الهضم حبيت ان يكون مقطع خفيف بسيط وصل لك المعلومة بابسط طريقة ممكنة اذا عجبك هذا النوع من المحتوى حبيت تدعمني لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات بالنسبة لعملة الدوش كوين والكثير من العملات الاخرى حتى العملات الجديدة اللي طلع عليها من فترة الى فترة حتلاقيها مكتوبة ومنشورة في قناتي في التليقرام وابطها مثبت في اول تعليق اسفل هذا الفيديو اذا حبيت انضم لها الان حبيب اعرف وجهة نظرك كيف تكتب لي هي في قسم التعليقات اسفل هذا الفيديو هل ممكن الدوش كوين يقوم باداء جيد خلال هذا البولون واذا نعم كم الهدف اللي تشوفوا لهذه العملة خلال البولون الحالي اتمنى لكم يوم جميل لا تنسوني انا والدين واندعاكم اكثر من الصلاة على الحبيب عليه السلام بامان الله اشتركوا في القناة